مشاهدين ومتابعين الأعزاء عبر شبكة النجوم في هذه اللحظات وبعد ختام منافذات بطولة المشعل يسعدني ويشرفني بأن استضيف رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمكة الأستاذ سلطان بن سعيد عبد الربو أبو فهد أحييك رحبك سعوداء بتواجدك شاكري لك تحت هذه الفرصة والحضور الدائم والمسلم أنا سعيد بتواجدي في هذه المباراة الختامية اللي تمثل اليوم العالم من مكافحة المقدرات بين فريق القطري والعالمي والأنتاج بفوز فريق القطري أبو فهد نحييك مرة أخرى كيف شهد هذا اللقاء والدعم الذي كان حاضر من الإدارة العامة لمكافحة المقدرات وعية بأضرار المقدرات والله في الحقيقة اللقاء كان جدا شيء وممتاز والدعم كان ملموس وملحوظ من إدارة مكافحة المقدرات سواء طبعا من رئيس المكافحة بمكة ونايبه والأفراد اللجوه والضباط وطبعا والمسؤولية المجتمعية بمراكز الحياة برضو حضرت والحقيقة كان لقاء ودي جميل وكان فيه تعبير عن المقدرات ومشاكلها وأسبابها عن طريق المعلقين وما تسبب لهم من مشاكل من تفريق أسري وتشتيت الشباب وذهبان للعقل والذهن في الحقيقة المعلقين أسروا اللقاء بتوضيح عن مشاكل المقدرات في الحقيقة أنا أشكرهم على ما بذلوهم من تعليق لهذا اليوم عندهم المباراة بتتلاعي في أي وقت لكن اليوم العالم للمقدرات هو يوم في السنة ولكن يجب علينا نحن كمواطنين وكأبناها هذا الوطن المعطى أن نوضح إيش هذه المقدرات وإيش بتسبب للشباب إيش مشاكلها فالمقدرات دا فتاك سواء للأبناء أو للأسر أو لكل من تعاطى هذه المقدرات يعني تفتكبوا يعني كفاية إنها تنشف العقل أو تزيب العقل ممتاز أبو فهد سعداء كثير من تواجدك شكرا لك الحضور والتواجد المستمر على مستوى الرياضة والرياضيين مرة أخرى نشكر لك تحت هذه الفرصة يعطيك العافية وأنا أشكر شبكة النجوم على تحت هذه الفرصة وأشكر أصحاب ملعب حدائق الأمرة وأشكر كل من قام على هذه المباراة في الحقيقة مباراة ممتعة أشكر أبنائي اللاعبين سواء من الفريقين سواء من الوطني أو من فريق القطري على المستوى والخلق العالي رفيع اللي أدوا في المباراة شكرا لك العفو والله يسلم